بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى اقتلت حكمته في أن يكون في العباد مؤمن وكافر ومنافق وعاص وفاسق ليسوا على درجة واحدة ما قال جل وعلا والذي قال سبحانه وتعالى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله بما تعملون خبير وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب تبين للناس طريق الخير وطريق الشر طريق الهدى وطريق الظلال ولم يترك للعباد حجة عليه سبحانه وتعالى أن لا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير بل إنه سبحانه أقام الحجة والدليل ويسر كلا لما خلق له فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنة فسنيسره لليسرى فالسبب من قبل العبد والتيسير من قبل الله أعطى واتقى صدق بالحسنة هذا من قبل العبد وهو سبب فسنيسره لليسرى هذا من قبل الله جل وعلا أن الله يقدر ويهيئ من رغبته في الخير ورغبته في الجنة وطاعة الله أن الله يسر له ويوفقه بطريق الجنة وطريق السعادة وعلى النقيض من آثر لنفسه الانخذال وأعطى نفسه هواها تمنى على الله الأمان وأعرض عن كتاب ربه وعن سنة نبيه سنة الأنبياء فهو فعل سبب الضلال والكفر والله جل وعلا يسره للعسرى لأن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وهو سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتميزوا عن الكفار والمنافقين أن يتميزوا عنهم وينحازوا عنهم بعقيدتهم بدينهم وحتى في أوطانهم ومساكنهم فلذلك أمر الله بالهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين ونهى عن السكنة في بلاد المشركين والكافرين من أجل أن يسلم المسلم في دينه وأخلاقه وعرضه وجميع أموره يسلم من شر الكهر والكفار والمنافقين يهاجر بقلبه وببدنه بعض الناس يهاجر ببدنه لكن لا يهاجر بقلبه يكون قلبه مع الكفار والعياذ بالله فلابد أن يهاجر بأول شيء يهاجر بقلبه وثانيا يهاجر ببدنه حتى يبعد عن الكفار لألا يفتن بهم وينخرط معهم فهذا مما يدل على أن الله يريد منا أن نتميز عن الكفار وما يتبع هذا من التميز فلا نتشبه بهم تشبه بقوم فهو منهم لا نمدحهم ونثني عليهم لأن الله ذمهم وعابهم فننحاز عنهم من كل الوجوه التي لها علاقة بالدين أما المعاملات الدنيوية والمصالح المتبادلة فلا بس بالتعامل معهم بالبيع والشراء بالتأجير في غير ذلك هذه أمور دنيوية تقوم بها مصالح العباد وليس هذا من الموالات وإنما هو من تبادل المصالح كما أنهم إذا أحسنوا للمسلمين ولم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يظاهروا على إخراجهم تعاونوا مع الكفار الآخرين لم يحصل منهم ضرر على المسلمين فإننا نكافئهم فإننا نكافئهم بالإحسان إليهم وليس هذا من باب الموالات ولا من باب المحبة إنما هو من باب المكافأة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وفي الآية الأخرى ومن يتولهم منكم فإنه منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فالبراء معناه في اللغة القطع يقال براء الشيء إذا قطع وبراء القلم إذا قطع المراد به شرعا قطع الصلة الدينية والصلة القلبية والصلة الفعلية فالصلة القلبية عنها قطع المحبة مع الكفار لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق المودة في القلوب فأنت لا تود الكافر بقلبك بل تبغضه لأن الله يبغضه تعاديه لأن الله يعاديه لا تتخذوا عدوي وعدوكم تعاديه وكذلك من الموالات المحرمة الموالات الفعلية بمناصرتهم بالقول والفعل مناصرتهم فلا ينحاج المؤمن مع الكفار ولا يدافع عنهم ولا يقاتل معهم ضد المسلمين بل ينحاج عنهم كلياً تعني موالات بالقلب وذلك بالمحبة موالات بالفعل وذلك بالمناصرة الموالات باللسان وذلك بالمدح والثنى عليهم لا غير ذلك هذه موالات الكفار حتى ولو كانوا أقرب قريب لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عسيرتهم إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله فدل على أن الموالات للكفار تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله حاد الله ورسوله كان هو في جانب والله ورسوله في جانب آخر لم يكن مع الله ومع رسوله بل كان هو في جانب آخر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم لا تحمله القرابة على أن يواليهم وهم أعداء الله عز وجل هذا هو الإيمان أما الذي يستوي عنده الناس كلهم سواء أهل إنسانية يقولون الإنسانية ويطنطنون بالإنسانية لا نحن مسلمون لا ننادي بالإنسانية ننادي بالإيمان لكن كما ذكرنا العدوان والتعدي هذا لا يجوز حتى مع الكفار ومع العدوان ولا يجرم أنكم شنان قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى لا يجوز التعدي والعدوان ونقول هذا من البراء لا هذا عدوان ولو كانوا أقرب الناس إليك لا تحبهم ومن باب أولى لا تناصرهم لا تنحاز معهم ضد المسلمين لا تمدحهم وتثني عليهم لا تتشبه بهم أن تشبه بقوم وهو منهم هذا باب عظيم ينبغي معرفته وهذا من أصول العقيدة البلاء والبراء من أصول العقيدة الذي لا تقوم العقيدة إلا به قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى أن قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ثم قال إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إلا يحصل الولى والبراء بين المسلمين والكفار تكون فتنة وذلك بأن الكفر ينتقل إلى المسلمين يفتتنون في دينهم وعقيدتهم كما تعلمون أن النفوس مولعة بالتشبه وجلب العوايد الغريبة والأفعال الغريبة والإعجاب بحضارة الكفار فيحصل فتنة إلا لم يكن هناك ولاء وبراء إلا تفعلوه أي الولاء والبراء تكون فتنة في الأرض في الدين فتنة في الدين في العقيدة في الإيمان عدم التمييز بين المسلم والكافر كلهم إنسان وفساد كبير فساد في الأرض يختلط الإيمان بالكهر وتتساوى الأديان وتتساوى الأديان الملحد مع اليهودي مع النصراني مع المجوسي مع الدهري مع المسلم والموحد يختلط هذا بهذا ولا يتميز هذا من هذا إذا لم يكن هناك ولاء وبراء يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض ويكون الكفار بعضهم أولياء بعض ولا موالات بين الفريقين ثم من العجيب أن من المسلمين من يحب الكفار والكفار لا يحبوننا أبدا أبغض ما يرون على وجه الأرض المسلمين ها أنتم أولئي تحبونهم تحبونهم ولا يحبونهم هؤلاء هؤلاء تحبونهم ولا يحبونهم ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنماكم إنما نحن مستهزئون فلا نغتر بتملق الكفار لنا وإظهار صداقة نعم نستفيد من خبراتهم نستفيد من منتوجاتهم نستفيد من تجاراتهم لا باسم لكن من ناحية الدين لكم دينكم واليدين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم شفت تكرار وإعادة لأجل التأكيد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين نحن وإن تعاملنا معهم مصالح الدنيا والتي ننتفع بها نشتري منهم السلاح نتعلم منهم الصناع لا باس لكن نحن في ديننا وعقيدتنا وإيماننا منحازون عنهم تماماً تعيدون عنهم لكم دينكم ولي الدين هكذا هذا المنهج الذي يسير عليه المؤمن الآن في من يحاول طمس هذا الباب طمس الولى والبرى يسميه باب الكراهة نعم كراهة للكفار وليكن الله أمرنا بهذا الله يبغض الكفار ونحن نبغضهم أعدى لله نحن أعداء لهم قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أو في الأثر كما في حديث ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك من أحب في الله ما هو لأجل الدنيا يحب من يعطيه ومن لا يعطيه يبغضه لا أجل الدين من أحب في الله وأبغض في الله ما يبغض بحسب هواه ومطامعه وإنما يبغض في الله عز وجل يبغض من أبغضه الله من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله ما هو بيوالي ويعادي لأجل الدنيا وإنما يوالي ويعادي في الله عز وجل فإنما تنالوا ولاية الله أي محبة الله للعبد بذلك وقال ابن عباس وقد صارت عامة موالاة الناس لأجل الدنيا وذلك لا يجري على أهله شيئا هذا في وقت ابن عباس كيف بوقتنا هذا في غربة الدين حتى أنهم يحاولون أن يزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار ويقولون كلهم بني آدم وكل الحرية في دينه وعقيدته وهلا ما هو كذا هو على عقيدته ودينه ومختارة لنفسه لكن نحن منه براء نحن بريئون منه ولا نبرر ما هو عليه ولا نقول له الحرية هو عبد عبد لله ليس له حرية عن دين الله عز وجل ليس له الحرية حرية في تصرفه في أمواله لا بس في حدود المباح أما الحرية في العقيدة لا الله لا يقبل إلا عقيدة التوحيد من جميع العباد ولا يرضى غير التوحيد ولا يرضى غير الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا هو الباب الباب الولى والبراء الذي ينبغي دراسته والعناية به والمشي على منهجه بين المسلم والكافر حتى لا يتميّع هذا الدين وتضيع العقيدة وتساوى الناس ويختلط الكفر بالإيمان لا يجوز الله جل وعلا ميّز بين المسلمين والكفار في الدنيا ميّز بينهم في البرزخ ميّز بينهم في الآخرة في الدنيا لا يجوز للمسلمين أن يوالوا الكفار ولا أن ينساقوا معهم ويتميّعوا معهم بل يكون مجتمع المسلمين منعزلاً عن الكفار في منهجه في عقيدته في جميع شؤونه يكون منعزلاً عن منهج الكفار هذا في الدنيا وهذا باب الولى والبراء في الدنيا في المقابر لا يدفن الكافر مع المسلمين ولا يدفن المسلم مع الكفار في المقابر يميّز بينهم الكفار لهم مقبرة والمسلمون لهم مقبرة ولا يجوز أن يدفن هذا مع هذا هذا في في البرزخ في الآخرة أشد تميّزاً الكفار في النار خالدون مخلّدون فيها والمؤمنون في الجنة خالدون مخلّدون فيها التمايز موجود بين الإسلام والكفر بين التوحيد والشرك موجود في جميع الدور الثلاث في دار الدنيا وفي دار البرزخ وهي المقابر وفي دار الآخرة المؤمنون لهم دار الجنة والكفار لهم دار النار الجنة عدة للمتقين والنار عدة للكافرين فالله لا يريد منا أن نتميّع مع الكفار يريد منا أن نعتزّ أن نعتزّ بديننا وأن نتمسّك به وأن ندعو إليه وأن نجاهد في سبيله لأجل تخليص الناس من الشرك وعبودية الشيطان إلى عبودية الرحمن فالجهاد رحمة بالعالم خلّص الكثير لعبادة الله عز وجل ولو تُرِكوا لها لكوا صاروا إلى النار الجهاد فيه رحمة المسلمين ورحمة للكفار أيضا والله جل وعلا قال للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة شاملة فهذا أمر عجيب هو أمر صار الآن غريبا بين الناس وصار الذي يذكره لم تشدّد الذي يذكر الولى والبرى لم تشدّد وهذا فيه ما فيه من الأوصاف تشدّد وهذا يريد أن يقسم الناس وهذا فيه كراهية للبشر نعم كراهية نعم الكراهية كراهية مطلوبة هذه هذه من الدين فكيف يعاب على من ينادي بهذا الأصل العظيم ويدعو إليه وبين للناس كيف يقلّل من أهميته حتى إن بعضهم يحاول يحاول طمس الولى والبرى من المناهج الدراسية حاولون هذا ولو يقدرون أن يمسحوا الآيات القرآنية من القرآن في ذنب الكفار وعيد عليهم لفعلوا والكفار يريدون هذا ما أشد على الكفار من هذا القرآن لكن الله عصبه منهم وحماه منهم وحفظه منهم وليس لهم حيلة فيه وإلا لو كان لهم حيلة لما تركوا القرآن أبدا فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يعرفوه وأن يدينوا به قد يكون الإنسان على غير الإسلام وهو يصلي ويصوم لكن على غير الإسلام بسبب أنه لا يفرق بين الإسلام والكفر ولا بين المؤمن والكافر ويحب أعداء الله ويثني عليهم ويمدحهم وتنقص المسلمين وإلى آخره فيكون على غير الإسلام في هذه الطريقة وهو لا يشعر وإن كان يصلي ويصوم إذا لم يكن عنده ولاء وبراء فهو ليس بمسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائر يتملقون الكفار ويمدحونهم ويتزاوجون معهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائر نخشى أن الله ينصر الكفار على المسلمين يكلنا يد عندهم عند الكفار يسيئون الظن بالله عز وجل ولا يثقون بالله نخشى أن تصيبنا دائرة فأسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أمهسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ثم قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يات الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ما يدهنون الكفار ويتساهلون في حقهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم نعم سيحصل لهم لوم من الناس سيحصل لهم كلام لكنهم لا يخافون هذا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يتيه من يشاء والله واسع عليم ثم قال إنما وليكم الله هل حصر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون وهؤلاء يقول النخشى أن تصيبنا دائرة والله يقول حزب الله هم الغالبون فيجب على المسلم أن يفهم هذا نحن نقرأ القرآن نمر على هذه الآيات لكن هل تأملناها حق التأمل هل عملنا بها حقيقة العمل أنا أرجو أن يكون هذا موجودا ولكني أخاف أن يكون مفقودا عند كثير من الناس بسبب الغفلة أو بسبب الدعايات الباطلة التي تحاول اقتلاع عقيدة المسلمين أصلا أصلا حتى لا يبقى إسلام ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا الكفار ما يلون جهدا في اجتفاث هذا الدين وأهله لولا أن الله جل وعلا حافظ دينه وناصر أولياءه فالذي أنزله هو الذي تكفل بحفظه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم الله لا يضيع دينها أبدا لكن إذا تركه قوم أتى الله بقوم غيرهم إلى أن يأتي يا وعد الله سبحانه وتعالى في آخر الزمن فالدين منصور ولكن نحن الخطر علينا نحن الخطر علينا نحن إذا لم نتمسك بهذا الدين نصبر عليه هلكنا وجاء الله بغيرنا هذا هو الذي نخافه على أنفسنا وعلى بلادنا يجب أن نعتني بهذا الأمر يا إخوان يجب أن نعتني بهذا الأمر أن نفهمه أن نشرحه للناس أن نبينه في وقت كما تعلمون الزحف الكافر ويساعدهم من أبناء المسلمين من يساعدهم كله لأجل القوى على هذا الأصل وعدم التمييز بين المؤمن والكافر والدعوة إلى الإنسانية دعوة إلى الإنسانية وإلى أن الناس كلهم بنوا آدم نعم كلهم بنوا آدم لكن خلقهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن لهم بنوا آدم قد يكونوا من أبناء المسلمين وينحرفون فلابد من دراسة هذا الأصل والعناية به وشرحه للناس والرد على من يحاول طمسه وإخفاءه الرد عليه وإظهار هذا الأصل حتى ينقمع هؤلاء وحتى الجاهل يتعلم يعرف لأن لا يغرر بجهالنا وأبنائنا فينسون هذا الأصل وينساحون مع الكفار ولا يكون هناك فارق إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا الله لكم سمحت الشيخ على ما تفضلتم به من هذا البيان ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلتم ورد سيل كبير من الأسئلة أغلقتنا ولعلي إن شاء الله نأتي على أغلبها لم نأتي عليها إن شاء الله كلها غالب الأسئلة صدرت بالدعاء والثناء وإني أحبكم في الله فلا أدعي لتكرار مثل هذه وأكتفي بالتقديم بها في أول سؤال هذا السال يقول سمحت الشيخ طالعنا فتواكم جزاكم الله خيرا التي نشرت بالأمس حول خطورة الإنكار العلني على الولاة وما يترتب على ذلك من مفاسدة لكن هناك من يقول إن هذا من النصيحة ومن لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما ردكم بارك الله فيكم هذا ليس من النصيحة هذا من الفضيحة نحن بينا هذا هذا ليس من النصيحة مسبة ولاة الأمور والإنكار عليهم أمام الناس وذكر معايبهم هذا ليس من النصيحة النصيحة توصل إليهم سرا بين الناصح وبين المنصوح هذه النصيحة أما يظهر هذا على الناس هذا غش وليس نصيحة والغش ضد النصيحة ولكن هذا من التلبيس على الناس أو من الجهل بمعنى النصيحة فالذي يقول هذا إما صاحب هوى وإما جاهل ما يعرف معنى النصيحة ويقول هذا من إنكار المنكر إنكار المنكر ما هو كذا كار المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن باليد إن استطاع باللسان إن لم يستطع بالقلب آخر شيء وقد يكون إنكار المنكر منكرا في نفسه إذا كان يلزم عليه حصول منكر أشد فهذا منكر في نفسه وليس هو من إنكار المنكر والعلماء قسموا هذا إلى ثلاثة قسام إنكار يتحصل معه زوال المنكر هذا هو المطلوب إنكار يتحصل معه منكر آخر مثل المنكر الذي أنكرته يزولها لو يجي بدله منكر آخر هذا أيضا ما يصلح لأن ما استفدنا شيء والثالث أن يخلفه منكر أشد وهذا فساد فلا يجوز أبدا فالإنكار على الولاة علانية هذا يلزم عليه منكر أشد يلزم عليه فوضى يلزم عليه تخريب يلزم عليه تفكك المجتمع يلزم عليه تفرق جماعة المسلمين هذا منكرات أشد والعياذ بالله يا أخي الله جل وعلا قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى قال فأتياه ما قال وقفوا بالشوارع ولوقوا على المنابر أو مجامع الناس وقلوا فرعون سوى كذا وفرعون طاغوت وفرعون هو طاغوت صح لكن ما قال الله لهم كذا قال فأتياه اتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هكذا هكذا التوجيه الإلهي مع أكثر الناس وأشد الناس عتوا فالطريقة الشرعية هي إيصال النصيحة إلى الوالي جاء رجل إلى أحد الخلفاء قال إني قال إني واعظك ومغلض عليك يستأذنه فيه قال لا ولا كرامة الله جل وعلا قال لأفضلي منك مع من هو أكفر مني وأشد مني فرعون قال لموسى وارون اتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فأنت لما تذكر مساوئ الحاكم المسلم ما نحد يخلو من الملاحظات إنسان بشر فإذا وقفت تذكر مساوئ الحاكم المسلم على الناس يحصل بهذا مفاسد أن تزعم أنك تنكر منكر وهذا المنكر أنت من تبع عند الحاكم أنت عند الناس ربما الأعداء أيضا أعداء الحاكم وأعداء المسلمين ثم هم يفرخون بهذا ليشقوا عصى الطاعة ويفرقوا بين المسلمين فلا يجوز هذا أبدا وليس هذا من النصيحة ولا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم أحسن رأيكم سمحت الشيخ وفقكم الله هذا سال يقول هل براءة من الكفار تقتصر على الكفار الأصليين كاليهود والنصارى أم تشمل من ينتسب إلى الإسلام نفاقا كالرافضة وغيرهم العلماء ذكروا أن هذا يشمل الكفار الأصليين والمرتدين بل المرتدين أشد البراءة من المرتدين أشد من البراءة من الكفار الأصليين لأن المرتدين أخطر على الإسلام والمسلمين نعم أحسن رأيكم هذا سال يقول ما حكم سب الصحابة ولعنهم في الصلاة وقذف عائشة رضي الله تعالى عنها هل يحكم بإسلام هؤلاء لماذا أبغض الصحابة هل أخذوا لشيء هل ظلموا هل تعدوا عليه إنما سبهم لأنه يبغضهم فقط لأنه يبغضهم لماذا يبغضهم لأنهم هم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ودافعوا معه ونشروا الدين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب هم الذين علموا الناس الإسلام والخير فهو يبغضهم لأجل هذا لأن هذا أبطل دين المجوس وأبطل دين اليهود فهم دسوا هذه الدسيسة باسم الإسلام ليجد القضاء على الإسلام ويسمونه ضرب الإسلام بالإسلام الإسلام الصحيح يضرب بالإسلام المزيف هذه خديعة وهذا وجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبهس المصير جاهد الكفار يعني الأصليين والمنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم يبطلون الكفر ويدعون إلى الكفر جاهدهم الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون بالحجة واللسان وإبطال شبهاتهم والرد عليهم نعم أحسن الله إليكم وهذا سالي يقول ما هي الضوابط الشرعية أو قبله سؤال يقول تعلمون حفظكم الله أن بلادنا حرسها الله مستهدفة من الأعداء في الداخل والخارج والسؤال ما هو موقفنا من هؤلاء الأعداء وكيف نحمي بلادنا من كيدهم وشرهم كما قال الله جل وعلا جاهد الكفار والمنافقي يجاهدون بما يدفع شرهم يجاهدون لا يقوم هذا الدين إلا بالجهاد رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد هي سبيل الله وليس الجهاد مقصورا على السلاح الجهاد يكون باللسان يكون بالحجة يكون بالرد على شبهات هؤلاء لأن لا يضلل المسلمين ويجرئ الكفار وهذه وظيفة العلماء أن يقوموا بهذا الأمر فالجهاد مطلوب في كل وقت وفي كل حالة وهو درجات ومنها جهاد المنافقين هؤلاء منافقون يجب جهادهم بالحجة واللسان حتى ينقمعوا وتبطل شبهاتهم ويفتضح أمرهم وينكشف أنهم ليسوا مسلمين على الحقيقة نعم أحسن الله إليكم هذا يقول لقد صحى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية هل معنى الحديث أن الهجرة قد انتهت وماذا علي إذا كنت من دولة أجنبية ولا يتيسر لي أن أهاجر إلى بلد آخر عملا بالأضممة الحالية يا أخي أنت ما فهمت الحديث لا هجرة بعد الفتح الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكهر إلى بلد الإسلام إذا أمكن هذه باقية قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها الهجرة باقية ما بقي الإسلام والكهر لكن مع الاستطاعة مع الاستطاعة والقدرة وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح المراد به الهجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت دار إسلام لما فتحها الله على المسلمين في غزوة الفتح انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقي نعم وهذه سائلة تسأل تقول نرجو تقديم نصيحة لنا نحن معشر النساء كيف نحافظ على ديننا وبناتنا وأبنائنا وأزواجنا تحافظون عليهم بالاستعانة بالله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تربية الأولاد والبنات على طاعة الله كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولاد وبروا أو أولادنا بالصلاة واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع تربونهم على طاعة الله وعلى الدين وعلى الأخلاق الطيبة تبعدونهم عن الأخلاق الرذيلة تفرقون بينهم في المضاجع لأجل أي شيء حماية عراضهم من الفتنة وهذا فيه دليل على منع الاختلاط بين الرجال والنساء حتى الأطفال الذين قاربوا البلوغ لا يتركون يختلطون في المضاجع في المنام في النوم فرق بينهم ولا يتركون بالاختلاط في النوم نعم وهذا السائل يقول أجد في نفسي فتورا وضعفا في طلب العلم الشرعي فما نصيحتكم لي نصيحة المحاولة لو نستسلم لو نستسلم للكسل والخمول والراحة ما فعلنا شيئا لابد من مجاهدة النفس ولابد من الصبر والتحمل وطلب العلم في أي مكان وهذا يسأل يقول أجد في مسجدكم مصاحف كثيرة فهل يجوز لي أن أأخذ مصحفا لبيتي أقرأ فيه ونيتي أن أعيده متى ما انتهيت من قراءتي في المصحف هذا يخاطب كانت في مسجدكم هذا مش تقول هذه وقف محام من أوقاف المزارة أي خلاص الجواب أجابكم الشيخ لأن هذه أوقاف والأوقاف ما يتصرف فيها تبقى في مكانها اللي يبي يقرأ الله يحييه المسجد يقرأ الليل والنهار أما اللي يروح بل بيته لا ما وقفت على البيوت وقفها على المساجد نعم أحسن الله إليكم وهذا سأل يقول ما حكما يسافر إلى بلاد الكفار وقصده في السفر أن يدعو إلى الله أو أن يعمل إماما لمسجد أو مؤذن أو مدرس إذا كان قصده الدعوة إلى الله ونشر الخير وهو عنده علم وبصيرة ويا أم الناس يصليبهم يا عظم هذا طيب هذا من الجهاد في سبيل الله نعم أحسن الله إليكم وهذا سأل يقول الفضيل الشيخ هل يجوز الاستعانة بدول الكفر في طلب النصرة في إنهاء المظاهرات القائمة في الدول العربية الكفار لا ينصحون للمسلمين هم يبون مصالحهم هم يتدخلون لأجل أن يأخذوا الثمرة هم ويصير الضرب والقتل بالمسلمين وهم يقطفون الثمرة هلا نفق من الكفار أبدا ولا ندخلهم في مشاكلنا وحل مشاكلنا نعم وهذا سأل يقول الفضيل الشيخ هل كل إعانة للكفار على المسلمين كفر وردة أم هناك تفصيل في دون جزاكم الله أخيرا لا ما في تفصيل يعني إعانة الكفار على المسلمين هذه مظاهرة الكفار المظاهرة معناها إعانة الكفار على المسلمين هلا يجوز هذا هذا كفر نعم وهذا يسأل يقول من توسل بغير الله كأن يدعو علي أو غيره من دون الله ها يقول من توسل بغير الله كدعائه لعيلي أو غيره توسل فيه تفصيل إما أن يكون شركا أكبر أو بدعة ووسيلة إلى الشرك فإن كان يتقرب إلى المتوسل به بالذبح والنذر وهذا شرك أكبر يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا الدين المشركين أما إذا كان ما يصرف شيء من العبادة للمخلوق المتوسل به وإنما يجعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه ويقول هذا رجل صالح فهذا بدعة هذا لم يريد لا في الكتاب ولا في السنة توسل بالأشخاص ذوات الأشخاص بدعة وهو وسيلة إلى الشرك لأنه يقول إلى أن يتقرب إلى هذا المخلوق ولو على المدى البعيد فيشرك الشرك الأكبر وهذا يقترح بإقامة دورة الشرعية لأبنائنا المبتعثين للخارج لدراسة العلوم الطبية وغيرها بحيث يستطيعوا أن يدفعوا عن دينهم ويثبتوا عليه يريد يقامة دورة شرعية للطلاب الذين يبتعثون لدراسة الطب والهندسة وغيرها من العلوم هذا يتقدم بالاقتراح هذا لمسؤولين عن التعليم وعن الابتعاث يزاو الله خير أن يقدم هذا الاقتراح هذا كان موجودا إلى عهد قريب دورات المبتعثين كانت موجودة وقائمة خصل فيها خير لكني ما أسمع لها الآن ذكر نعم أحسن الله إليكم هذا سال يقول هناك بعض من ينكر المحبة الطبيعية زعما أنه لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر ولو طبيعيا طبيعية ما هي من الدين طبيعية بشرية ما فليست من الدين إنما المحبة الدينية تحب لأجل دينه لأجل ما هو عليه هذا هو الممنوع أما المحبة الطبيعية هذه بشرية والإنسان ما يستطيع يتخلص منها لكن لا يغلبها على المحبة الدينية ما يغلبها نعم وهذا يسأل عن حكم قراءة القرآن من أجهزة الجوال لا بس المهم تقرأ القرآن من المصحف أو من الشاشة لتالجوال ما في مانع بشرط أن يصان القرآن عن الابتذال وعن الإهانة نعم وهذا يسأل عن مقالة يقولها بعض الدعاة يقول ذهبنا وزرنا بلاد المسلمين وجدنا المسلمين ولم نجد الإسلام وزرنا بلاد الغربيين ولم نجد المسلمين ولكن وجدنا عندهم الإسلام فهل هذه المقولة تناء على معاملتهم وهل يجوز أن يتلفظ الإنسان بمثل هذه المقالة هذا كلام لا يجوز هذا أول من نسب إليه هذا الكلام محمد عبده مفتي مصر في وقته هو اللي نسب إليه هذا الكلام والله المستعان المسلمون خير من الكفار مهما كانوا ولو ضعفوا ولو المسلم حتى الفاسق المسلم الفاسق العاصي خير من الكافر فلا يفضل الكافر على المسلم أبدا ولا يجوز هذا نعم وهذا يسأل يقول هل يجوز الخروج على الوالي غير السن كالنصير والبعث إذا كان ظالما ممتجبرا ولكنه ولي هذا يحتاج إلى أحوال وإلى تفصيل الخروج إذا كان يترتب عليه تدمير وقتل وسفك دمى ولا يكون له نتيجة هذا لا يجوز هذا ارتكاب أخف ضررين لدفع أعلاهما لا يجوز هذا أما إذا ترتب عليه زوال الكهر ووجود الإسلام فهذا لا بس طيب نعم أحسن رأي لكم وهذا يسأل يقول انتشرت في لاونا الأخيرة كثرة الملابس الرياضية للأندية الأوروبية والتي ربما وجد على بعضها أسماء هؤلاء اللاعبين ويتعلق نفوس أبنائنا بهؤلاء اللاعبين فما حكم هذه نلبس بارك الله فيكم لا يجوز لنا أن نلبس ملابس الكفار تشبه بهم ولا الملابس المكتوب عليها أسماء الكفار أو رموز الكفار أو أعظم من ذلك الصليب أو ما أشبه ذلك لا يجوز ذلك المسلم يلبس اللباس الشرعي ولا يلبس ملابس الكفار والآن مع الأسف معارض الألبس ما تجد فيها ملابس على مقتضى الشريعة إنما تجد فيها ملابس غربية ترجد فيها ملابس غربية للذكور والإناث وللكبار وللصغار فعلى المسلم أنه يبتعد عن هذه الملابس ولا يشتريها ولا يلبسها ولا يلبسها نساء ولا أطفاله الحمد لله يشتري قماشا ويفصله ويخيطه على الصفة الشرعية نعم أحسن الله إليكم وهذا يسأل عن حكم زواج المسلمة من غير المسلم حيث أنهم يسكنون في بلد قريب من أوروبا لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم مطلقة ما يجوز لمسلمة أن تتزوج كافرة ولا مشركة لا ترجعهن إلى الكفار لا هن حلون لهم ولا هم يحلون لهم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا وعجبكم فالمسلمة لا تتزوج كافرا لا كتابيا ولا غير كتابي أما العكس وهو أن المسلم يتزوج كتابيا هذا جائز هذا جائز بنص القرآن لأن المرأة تحت سلطة الرجل ربما تسلم وهي تحت سلطة الرجل خلاف الرجل إذا كان زوجا للمسلمة وهو كافر فهي تحت سلطة كافر والعياذ بالله يخرجها من دينها نعم أحسن الله إليكم هذا سأل يقول هل مدح الكفار بما عنده من العلم والتطور والنظام والعدل وغيرها من الأمور هل هذا من موالاة الكفار جزاكم الله خير نعم هذا نوع موالاة الكفار وإعجاب بالكفار هلا تمدح الكفار ولا تتظاهر بمدحه وما يقومون به من الاختراع ومن الصناعة هذا من تسخير الله لهم وشغلهم بالدنيا عن الدين هم اشتغلوا بالدنيا وأتقنوها من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملوا فهم صناع مجرد صناع فقط وهم يقصدون مصالحهم وهم يقصدون نفعنا صدوا مصالحهم ولذلك يبيعونه علينا بأغلى الأثمان وهم يقصدون نفعنا إنما يقصدون نفع أنفسهم نعم السلام عليكم وهذا السائل يقول من الله عليه بالاستقامة وبعد التوجه لطلب العلمي وجود فوجئت بوجود جماعات كثيرة فإلى أي جماعة أنتمي بارك الله فيكم يا أخي أن طالب علم طالب العلم يعرف الجماعة التي ينتمي إليها وهي جماعة أهل السنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة المسلمين من أهل السنة هذا طريق واضح لا يحتاج وتترك الطرق الأخرى والمناهج الأخرى المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسنة والجماعة نعم سأل الله إليكم هذا سأل يقول ما حكما يوالي الرجل أباه وأمه إن كان كافرين لا يا أخي المحبة لا تجوز للكافر ولو كان من الوالدين لكن تحسن إليه تبر به ولو كان كافر قال تعالى قال سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه فالوالدان الكافران يحسن إليهما ولدهما المسلم ويبر بهما ولكن لا يحبهما بقلبه يبغض دينهم يبغض الدين الذي هم عليه هذا ما شرعه الله لنا في حق الوالدين الكافرين وأما المودة لا تجوز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم نعم أحسن الله إليكم وهذا يسأل عن مقولة من أعان حاجا على حجه فله مثل أجره هل هذا حديث؟ نعم هذا يعيده يعني حديث من الدل على الخير كفاعله من دل على هدى فله مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا نعم أحسن الله إليكم وهذا سأل يقول نسمع بعض المنتسبين إلى العلم أن الخروج على الحاكم إن كان ظالم مذهب السلف كذاب هذا كذاب ولا يعرف مذهب السلف مذهب السلف لا يخرج على الحاكم الظالم ما دام مسلما يصبر على ظلمه وعلى جوره يصبر على ذلك ولا يخرج عليه لأن الخروج عليه فيه مفسده أكبر من سفك الدماء وتفرق الكلمة وشق عص الطاعة أضرار كثيرة فيصبر على ظلمه ويصبر على معاصيه وقصوره في نفسه وجمعاً للكلمة وإيثاراً للمصالح المترتبة على ذلك دفعاً للمظار والمفاسد نعم أحسن الله إليكم وهذا يسأل سمحة الشيخ عن الضوابط الشرعية في خروج المرأة للعمل خارج المنزل إذا كانت منضبطة متسترة متجنبة للاختلاط ما فيما نعتقد تعمل خارج المنزل أما إذا كانت تخرج متطيبة متعطرة متجملة سافرة تختلط مع الرجال هذا أمر لا يجوز هذا لا يجوز في الإسلام نعم وهذا يسأل يقول لنا سمحت الشيخ زملاء شيعة لكني لا أخالطهم أبداً ولا أسلم عليهم وينقدني بعض الزملاء ويقول لماذا كلنا مسلمون ما هو بكلنا مسلمون قل له ما هو بكلنا مسلمون اللي يلعن أبا بكر عمر الصحابة هذا ليس بمسلم نعم أحسن الله إليك هذا سأل يقول هل هناك فرق بين عقيدة الولاء والبراء في باب الإيمان والكفر نعم وفي باب السنة والبدعة نعم يقول هل هناك فرق بين عقيدة الولاء والبراء في باب الإيمان والكفر وباب السنة والبدعة نعم الولاء يأتي حتى في باب السنة والبدعة فيوالى من على السنة ويعادى من على البدعة بقدر بدعته نعم فالولى والبرى يتجزأ نعم أحسن رأي لك وهذا يسأل ما وقف المسلم من المصطلح الآخر يقول ما موقف المسلم من مصطلح الآخر وماذا يجب على المسلم هم يبون كلمة الآخر تغني عن المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والمطيع والعاصي يريدون الآخر هذه كلمة عامة تستبدل بها الأسماء الشرعية التي سجلها الله في كتابه بمؤمن كافر تقي فاجر هم لا يريدون هذا نعم هذا يقول سمحة الشيخ يقوم بعض الدعاة بالاستشهاد بحكم وأقوال الكفار في محاضراتهم فهل يعتبر هذا من الموالات لهم الله أغنانا بما في الإسلام الله أغنانا بما في الإسلام من الخير الكامل اليوم أكملت لكم دينكم فلا نستشهد بحكم الكفار وأقوال الكفار والله أغنانا بما في الإسلام من الخير نعم وهذا يقول ما حكم يبدو أن يمر علينا يقول ثناء على الكفار باحترامهم للمواعيد بخلاف بعض المسلمين يا أخي ما نثني عليهم هؤلاء كفار عندهم الكفر أشد من الوفاء بالمواعيد عندهم الكفر أشد ولا ينفع مع الكفر طاعة هذه قاعدة لا ينفع مع الكفر طاعة مهما كان فلا نثني عليهم ولا نمدحهم ولا نتنقص المسلمين بسبب نقص عندهم المسلم خير من الكافر مهما كان المسلم نعم هذا أحسن الله إليك يسأل يقول حكم تسمية الكفار بغير المسلمين وذلك من أجل التلطف هذا من التستر أيضا مثل كلمة الآخر يريد يوم بها التستر قل غير مسلم ولا تقول كافر ما يصلح هذا الله قال كافر قال فاسق نحن نقول ما قاله الله سبحانه وتعالى ونسمي الأسماء الأشياء بأسمائها الشرعية ولا نغيرها رضوا أو سخطوا نعم أحسن الله إليك وهذا يقول هل يجوز أن أقول لوالدتي غير مسلمة إني أحبك لا هل يجوز هذا التصريح بمحبة الكافر نعم أحسن الله إليك وهذا يقول أني أبحث بحث في الكتب عن لكن لو قلت لها أني أحب لك الهداية أحب لك الهداية والإسلام طيب نعم وهذا يسأل عن اسم الله الأعظم الله أعلم لا يعلمه إلا الله نعم أحسن الله إليكم وهذا يسأل ويقول هناك وناس من طلبة العلم يبدعون ويفسقون ولا تلأمر فما توجيه سماحتكم في ذلك وجههم أنهم يتقون الله ويتعلمون قبل يتكلمون تعلمون يعرفون ما لولي الأمر من الحقوق ويعرفون قدر أنفسهم ونقصهم في العلم ولا يتدخلوا في شيء لا يعرفونه نعم وهذا يسأل عن أهم الكتب فيما يتعلق بالتوحيد ودراسته كل كتب التوحيد ولله الحمد الموجودة عندنا كلها خير مطولاتها ومختصراتها كلها ولله الحمد خير ومقرراتنا في المدارس والمعايد والكليات كلها كتب التوحيد وعقيدة التوحيد والحمد لله نعم نعم وهذا يسأل عن دفع الزكاة لرجل يريد الحج يدفعها من الزكاة لا بس يقولون أن الحج من الجهاد ومن الجهاد وزكاة تصرف في الجهاد وهذا منه نعم